رئيس الوزراء يرد على أسئلة الحوار الوطني بالمؤتمر الاقتصادي ويؤكد حرص الدولة على تعزيز قنوات التفاعل والحوار الرئيس الروسي يوصل إجراءة التعبئة على الجبهة الأوكرانية والغرب يراها استنزافاً لموارد موسكو في سابع خفاض شهرين على التوالي مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الفو يتراجع في أكتوبر السلسة بتوقيت القاهرة الرابع بتوقيت جرينج نشرة الإخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلاً بكم أكد رئيس الوزراء مصطفى مددولي أن تبني سياسة مرونة لسعر الصرف يؤدي اقتصادياً إلى زيادة مستوى الصدرات نظراً لزيادة مستويات تنافسيتها وخفض جاذبية الواردات نظراً لارتفاع أسعارها وخاصة عندما تتسم هياكل الانتاج بالمرونة وأشار مددولي إلى أن الأثر الخاص بتمرير التغيرات في سعر الصرف للأسعار المحلية عادة ما يكون مؤقتاً ويبلغ ذروته في أعقاب تبني سياسات مرنة لسعر الصرف ثم يبدأ في الانحصار وخلال رده عن الأسئلة والاستفسارات في الحوار الوطني أضف مددولي أن سياسة سعر الصرف المتبعة حالياً هي سياسة مرنة لسعر الصرف وليست سياسة لسعر صرف ثابت مقابل عملة واحدة أو سلة من العملات ومعتبراً أنها سياسة الأنسب اقتصادياً للاقتصادات المتنوعة المفتوحة على العالم الخارجي والتي لا تفرط قيوداً أعلى انتقالات رؤساء الأموال أو رؤوس الأموال الأجنبية وأشار إلى توجه البنك المركزي المصري قريباً إلى الإعلان عن المستهدف المستقبلي لمعدل التدخم على وعلى تطوير مؤشر لرصد التطور في قيمة الجنيه المصري مقابل سلة من العملات والأصول بما يعكس قيمته الحقيقية ليس فقط مقابل عملة واحدة وهو الدولار الذي ارتفع بنسبة 20% مقابل عدد من العملات الرئيسية وإنما أيضاً مقابل عدد من العملات الأخرى التي ارتفع الجنيه المصري أيضاً في مقابلها في الأونة الأخيرة ترجمة نانسي قنقر 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 60 قضية خبز نقص الوزن و85 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط قضية تحريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 33 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 359 طن تحت رعاية رئيس الجمهورية وفي إطار مبادرة كلنا واحد استقبلت وزارة الداخلية بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية عددا من شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة يأتي ذلك في إطار حرس الوزارة على تقديم الدعم لشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة وترسيخ الوعي والانتماء الوطني لديهم في إطار مبادرة كلنا واحد جيل جديد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وزارة الداخلية تستجيب لمقترحات الطلبة والطالبات أعضاء الملتقى الأول لطلائع وشباب المناطق الحضرية الجديدة وتنظم زيارة لعدد منهم وأسرهم لمقر الإدارة العامة للحماية المدنية لما بلدنا ادتنا الحب بنوا علشان نوفوا الوقت أجيل طلع في مصر جديدة بدحكة جميلة ترق القلب لما تشوف قط الحال فيه يحموا ويبقوا اليوم جديد مين يقدر يقولي بقى في العمارة اللي إحنا سكننا فيها جديد عندنا أدوات علشان نطفي بها الحرائق عندنا في أهالينا في العمارة اللي أنا سكن فيها بيبقى فيها زي صندوق وبكرة والسندوق ده مقفول بتفتاحوا بتلاقي البكرة وجنبها بتبقى حنافية وليها محبس كل دور ولا في دور واحد؟ لا كل دور ودي سلم طوارق كمان وانتي عارفة فين سلم الطوارق؟ اه ومفتوح مكان سلم الطوارق ولا مقفول؟ لا سلم الطوارق مفتوح على طول طيب سقفل مننا كان مهم جدا ندي شوية نصايح وتوعية تتعلق بمسببات الحرائق في المنازل وازاي نتصرف معاها؟ وازاي نستخدم أدوات وتجهزات الإطفاء الموجودة عندنا في المنزل؟ وازاي نتصرف وقت خدوص الحرائق علشان نتجنب الدخان لحد ما قوات الإطفاء توصل؟ ليه احنا مهم جدا لنا ان احنا نحافظ ونعيش في بيئة نظيفة؟ وزي ما انتو عارفين كلكم ان احنا خلال ايام هنستضيف اكبر مؤتمر لتغير المناخ والبيئة في العالم ايه اهمية البيئة ولا يجب ان نحافظ عليها؟ اول حاجة انا بحافظ على البيئة عشان نحافظ على صفحاتي اللو فيه تلوث من الهوى ابنعه عشان ما يقصرش عليها بمناسبة اصدافة مصر لمؤتمر مناخ كان لازم نفهم اولادنا يعني ايه تغير مناخ ويه المسببات اللي بتؤدي لتلوث البيئة وكان لازم نقول لهم ايه الحاجات اللي نعملها عشان نحافظ على البيئة بتاعتنا وما نتأثرش ونؤثر على المناخ يكونوا في نفس الوقت صفراء لبقية الناس في مكال المحافظة على البيئة ده دور مجتمعي للدولة مهم جدا لتربية النشق على قضايا تغير المناخ انا النهاردة في الحماية المدنية وكنت قبل كده في معسكر 3 يام في اكادمية الشرطة احنا اتعلمنا ازاي ننتمي لبلدنا اشكر للرئيس عبدالفتاح السيسر على الرعاية دي المكان الجامل اللي هو سكننا فيه زيارة تأتي استمرارا للدور المجتمعي للوزارة تجاه قاتل تلك المناطق وبما يعزز قيام الولاء والانتماء وتنمية الوعي الأمني والشرطي لديهم بكرا نضحي على شن مصر ونوفي جميلاته للأم هناك ناس نسمع عنهم ونشوفهم ويقولك هذا غرق في النيل هذا غرق في البحر احنا ننقذهم ونطلعهم هناك عربية موجودة تحت الميا العربية دي محتجز فيها غريق ونحن نعرف ان نتلعه بالطريقة العادية فنضطر نستخدم أصطافة هيدرولوكية بالمعدة دي الوقفة برا علشان نحرر الجفت الميادة ندوت ونطلع بيه طبعا المهارة دي صعبة جدا ومحتاجة تدريبات كثيرة ورينا الأهالين بيان انقاذ غريق من قبل رجال الانقاذ النهري إدارة الحمال المدنية علشان بعد كده لو هتقدر تنقذ حد حاول تساعده لو مش هتعرف تنقذ ونفتعرفش تقوم ونحاولش علشان ما تحيرطش حياتك للخطر واتصل بالمسؤولين من رجال الحماية المدنية في الانقاذ النهري لما تشوف فضل حال فيه يا حبو يبدو اليوم الدين وليك يا مصر الدين نجل بلدنا دي قرار كنا بيورروننا إزاي لما فيه حد بيغرق إزاي نعرف ننكذو وإزاي نتصرف الحلقات اللي زي دي كنا زي اللي احصلون لنا حاجة في الحريقة أو غرق أو كده نعرف نتصرف إزاي ويطلب كمان الرقم الحلقي اللي هي 180 نحن بدوش كرسيات الرئيس جدا جدا اللي هو جابنا المكان الجميل ده جولة قام بها الشباب والطلائع لميادين التدريب التخصصية بالإدارة العامة للحماية المدنية لمشاهدة العروض التدريبية أسهمت في إثراء ثقافتهم وتنمية الوعي لديهم بأهمية دور هؤلاء الرجال في الحفاظ على الأرواح والممتلكات مهما قدموا من تضحيات تجيل طلاق مصري جديد بتقول دايماً تحيا مصر لما تشوف أبطل حالفين يا حبو يبكل يومين وليك يا مصر تقريد لاجل بلد بلد مبادرة كلنا واحد هي علماتنا لانتماء للبلد وعلماتنا حب الوطن وقد إيه الشرطة ووزارة الداخلية بتضحي علشاننا عشان تحمينا الآن ده كميوم جميل جداً نحن تعلمنا عجل كثيراً لأننا نحن نعرف نساء كبار حد عنده حقيقة أو حاجة نعرف ما نتعامل مع المخاطر نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه دعمنا وجبنا هنا وبتمنى تاني إنهم يدعمونا وجبونا هنا تاني رسالتي للرئيس عبد الفتاح السيسي إنه بيكمل معنا ويدعمنا وإحنا نساء الله هنبقى أفضل وهنبقى جيل متحضر أنا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي لما تشوف أبطل حالفين يا حمو يا ابن اليوم الدين قوليك يا مصر يردو الدين لك لبلدنا ما تبقى أفضل لما تشوف أبطل حالفين يا حمو يا ابن اليوم الدين قوليك يا مصر يردو الدين لك لبلدنا ما تبقى أفضل أنا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي الموجود الكبير اللي هو بزره معنا وعلى كل حاجة هو عبد الفتاح السيسي فعلا شكرا لي أنه هنا عنا من مكان عشويات من مكان مدحضر يقدر كل واحد فينا عنده موهبة يقدر يطلعها بجان أنا بشكر سيد الرئيس على الموجود اللي بيعمله مع الأطفال مع أولادنا أشكر سيد الرئيس اللي بيعمله مع أولادنا وأولادنا نفسهم يبقى حاجة كبيرة نشكر الشرطة طبعا وعليه وقفة مني وقفة معنا كده وبتعمل مبادرت ديات لعياننا واحنا نفسنا عياننا يبقى زيب هذه الزيارات تأتي إدراكا من وزارة الداخلية لأهمية بناء الإنسان وإعداد أجيال جديدة تفخر بانتمائها لهذا الوطن وتقدر معاني التضحيات التي تقود إلى حياة كريمة لكل أبناء هذا الوطن بكم يا شباب مصر يا شباب بلادي تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر فرصة كبيرة أتاحتها مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لقاتل المناطق الحضرية الجديدة بخاصة من الشباب والطلائع لزيارة المواقع الشرطية المختلفة والتعرف على جهود رجال الشرطة ومنها جهود رجال الحماية المدنية وهو ما يأتي في إطار الدور الإنساني والمجتمعي الذي تقوم به وزارة الداخلية تجاه قاتل تلك المناطق عبدالله بركات التلفزيون المصري أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادرة إزرع وهي المبادرة الأولى من نوعها التي تتم بشكل تشاركي بين مجموعتهم من مؤسسات المجتمع المدني والحكومة والتعاونيات الزراعية لتنمية صغار المزارعين وتوسيع رقعة الأراضي الزراعية هذا وقد تم إطلاق المبادرة واستحتفليات شعبية حضرها الألاف من الفلاحين المستفيدين من المبادرة داخل المجتمعات الزراعية بكافة المحافظات المشاركة والتي تم تنظيمها بالتنصيق الكامل مع متطوع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للإعلان عن انطلاق المبادرة وبداية موسم زراعة القمح ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 عقدت تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية مع أهالي قرية غرب سهيل بأسوان في إطار جهود التنسقية للتعريف بالحوار الوطني وقدمت الجلسة شرحا مستفيدا عن الحوار الوطني وأهدافه حيث أكد الحاضرون عن كونه خطوة مهمة على طريق جمهورية جديدة يستمع فيها كل طرف للآخر واستعرضت الجلسة أراء الأهالي في العديد من القضايا مثل التعليم والبنية التحتية شهدت مدينة شرمشيخ مسيرة بمشاركة عدد من النشطاء والمهتمين بالشأن البيئي من عدة دول أفريقية قبل انطلاق قمة المناخ كوب 27 وطلبت المسيرة بضرورة النظرة إلى القارة الأفريقية لما تعانيه من تدعيات ناتجة عن تغير المناخ رغم أنها الأقل إسهاما في أسبابه كما طلب المشاركون في المسيرة بضرورة تنفيذ الدول الغنية لتعهداتها لمواجهة التغيرات المناخية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أكد الاتحاد الأوروبي أن التكتل قام بأغذي زمام مبادرات وتدابير فعالة للحد من انبعثات غازات الاحتباس الحراري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ويشاركوا في الجلسة النقاشية الفريق أسما ربيع ومجموعة من الشخصيات الفاعلة في المجتمع الملاحي الدولي وصناع القرار بالمنظمات البحرية الدولية والخطوط الملاحية الكبرى تتواصل استعدادات مدينة السلام لاستقبال الوفود المشاركة بمؤتمر كوب 27 وفي هذا الإطار تنتهج مدينة شرم الشيخ أليات متنوعة للتسهيل على المشاركين إجراءات التسجيل والتحركات بوسائل نقل صديقة للبيئة ووسائل أخرى لوجستية والتي يرصدها لنا مراسل التلفزيون المصري إلى هناك كريم ببرس في التقرير التالي بمجرد رصول لمطار شرم الشيخ الدولي تجد هؤلاء الشباب الذين يساعدوك على التوجه لكوب 27 إما لأماكن التسكين الخاصة بالوفود أو حتى لأماكن عقد المؤتمر في حد ذاتها إما في المنطقة الزرقاء أو حتى في المنطقة الخضراء ولكن لتنتقل إلى المنطقة الخضراء أو المنطقة الزرقاء هناك وسائل نقل صديقة للبيئة تنتظرك خارج المطار في البداية ينتظرك الشباب المتطوعين لكوب 27 ويمسحون البطاقات الشخصية أو جوازات الصفر لحصر الأعداد التي ستحضر مؤتمر المنقل ثم بعد ذلك تتجه لخارج المطار لتركب أحدى هذه الوسائل الصديقة للبيئة وهذا ربما الآن أنا متواجد داخل إحدى هذه الوسائل هذه الوسائل تعمل إما بالكهرباء أو حتى بالغاز الطبائي تنقلك بالمجان إلى المكان الرئيسي لاستخراج التصريح الخاص بيئة الأمم المتحدة الذي سيسمح لك بالحضور أو المشاركة أو حتى بالعمل داخل المناطق المخصصة لها داخل كوب 27 للحصول على هذا التصريح سنقوم بعدة خطوات ومن أولها الوصول لهذا المكان وتقديم البطاقة الشخصية دعونا نتعرف على هذه الخطوات هيا بك شكرا لكم موسيقى 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 الآن نحن في الخطوة الثانية لاستخراج التصريح الخاصة بالأمم المتحدة لتغطية كوب 27 هنا داخل هذه القاة عليك التأكد من شيئان الشيء الأول هو البطاقة الشخصية إذا كنت مصري الجنسية أو جواز الصفر إذا كنت غير مصري ثم بعد ذلك تتوجه لأحد هذه الشبابيك أو أحد هذه الشبابيك هنا يستقبلك المتطوعين هنا التصليين بالأمم المتحدة الذين يتحدثون إما باللغة العربية أو حتى اللغة الإنجليزية للتواصل مع جميع الجنسيات بشكل عام ثم تبدأ بتقديم الموافقة الخاصة بها الأمم المتحدة أو الأكتنولوجمنت لتر الذي أرسل إليك عبر البريد الإلكتروني الذي يؤكد على موافقة لك على حضور مؤتمر المناخ وتقدمه هنا على هذا الشبابيك وبعد ذلك خلال دقيقتان أو ثلاثة بالكثير يتم استخراج هذا التصريح عن طريق تقديم البطاقة أو جواز الصفر والموافقة الخاصة بأمم المتحدة ثم يتم تصويرك هنا يتم تصوير هنا في هذه الكاميرا واستخراج التصريح في هذه اللحظة في هذا الوقت ثم يتم بعد ذلك التوجه لإما أماكن التسكين أو حتى أماكن العمل داخل المنطقة الزرقاء أو المنطقة الخضراء شهد ملتقى البحرين للحوار المنعقد بالمنامة الدعوة إلى علماء الدين الإسلامي في العالم أجمع إلى المسارعة بعقد حوار إسلامي إسلامي جاد من أجل إقرار الوحدة والتقارب والتعارف ومن أجل الأخوة الدينية والإنسانية وخلال الجلسة الختامية للملتقى بحضور شيخ الأزهر الشريف وبابا الفاتيكان وملك البحرين تم التجديد على أهمية أن ينص في قرارات هذا الحوار على الوقف التام لخطبات الكراهية المتبادلة وسليب الاستفزاز والتكفير وضرورة تجاوز الصراعات التاريخية والمعاصرة بكل إشكالاتها ورواسلها السيئة موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يسمح بتجنيد مرتكب الجرائم الخطيرة وذكرت وكالة انترفاكس للأنباء أن القانون يستسني المدانين بارتكاب جرائم لاعتداء الجنسي على الأطفال أو الخيانة أو التجسس أو الإرهاب كما أعلن الكريملان أن الرئيس الروسي أمر بصرف 195 ألف روبل لمرة واحدة للجنود المتقاعدين للقتال في أوكرانيا تواصل القوات الروسية عملياتها العسكرية في أوكرانيا خاصة بعد انتهاء عملية التعبئة الجزئية التي أعلنت عنها روسيا والمحددة ب300 ألف من الجنود الاحتياط وفي خطوة وصفتها الدول الغربية بأنها استنزاف لموارد موسكو أعلن الكريملان أن الرئيس الروسي بوتين أمر بصرف 195 ألف روبل أي ما يعادل 3200 دولار لمرة واحدة للجنود المتعاقدين الذين تم استدعائهم للقتال في أوكرانيا وفي مرسوم نشر على موقع الكريملين على الإنترنت أعلن بوتين أن المبلغ يهدف إلى اتخاذ تدابير إضافية للدعم الاجتماعي للجنود المتعاقدين الذين تم استدعائهم دون الخوض في تفاصيل أخرى أما ميدانيا فقد أفاد القائد العام للجيش الأوكراني أن القوات الأوكرانية دمرت 278 طائرة حربية روسية خلال سمانية أشهر من القتال موضحا أن ذلك يتجاوز عدد الطائرات الحربية التي خسرها الاتحاد السوفيتي سابقا في تدخله العسكري في أفغانستان ما بين عامي 1979 و 1989 أوكرانيا تشكل الآن ضغطا متزايدا على القوات الروسية في الجنوب بفضل العتاد العسكري الذي زودها به حلفاؤها الغربيون ومن بينه منظومة صواريخ هيماريس الأمريكية الصنعة وفي تطور آخر نددت كييف بما قالت إنها عمليات ترحيل روسية لمواطنين أوكرانيين في منطقتين تسيطر عليهم قوات موالية لموسكو قائلة إن هذه العمليات تعد انتهاكات صارخة للقانون الدولي هذا وقد أمرت روسيا المدنيين في منطقة خيرسون الجنوبية بمغادرة مناطق على الضفة الغربية لنهر دينيبرو وأبلغت هذا الأسبوع الموجودين في منطقة عازلة على الضفة الشرقية بطول 15 كيلو متر بضرورة المغادرة أيضا أكد رئيس روسي فلادمير بوتين ضرورة أن تذهب الحبوب الروسية التي يتم إرسالها بموجب اتفاق للتصدير عبر البحر الأسود للدول الإفريقية الفقيرة مجانا وقال بوتين إنه حتى لو انسحبت روسيا من اتفاق نقل الحبوب مرة أخرى فإنها ستعود كمية كاملة من الحبوب المخصصة للدول الأكثر فقرا من مخزونها وبالمجان بحثت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سبل محاسبة روسيا على هجماتها ضد المدنيين في أوكرانيا جاء ذلك في اتصال هاتفي بين نائبة وزير الخارجي الأمريكي ويندي شيرمان الأمين والأمين العام لدائرة العمل الخارجي الأوروبي حيث بحثت تنصيق الوسيق والمستمر لدعم أوكرانيا ومحاسبة روسيا على تدخلها العسكري غير المبرر في أوكرانيا وفي بيان لها أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أنهما أكد التزامهما المستمر بتعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بما في ذلك تعزيز التعاون والتنصيق بشأن الصين كما أعرب عن تطلعهما إلى جولة قادمة من الحوار بينهما حول الصين والمشاورات بين الهند والمحيط الهادئ والمقرر انعقادها قبل نهاية العام الجاري في واشنطن تعهد وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية بمواصلة فرض تكاليف اقتصادية على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا هذا وأكد وزراء خارجية مجموعة السبع خلال اجتماعهم في مدينة مونستر غربي ألمانيا على تعهدهم بمواصلة دعم أوكرانيا بالتوازي مع فرض مزيد من العقوبات على روسيا وكانت دول مجموعة السبع قد اتفقت على ضرورة وضع آلية للتنصيق لمساعدة أوكرانيا في ترميم البنية الحيوية والدفاع عنها سرح سفير روسيا في واشنطن ناتولي أنتونوف أن آليات سقف الأسعار التي سيفرضها الغرب على النفط الروسي يمكن أن تمتد إذا نجحت لتشمل خمات وسلعا أخرى تهتم الغرب أو يهتم الغرب بها بما في ذلك الغاز والمعادن وأضاف سفير روسيا في واشنطن أن مبادرة الخزانة الأمريكية بوضع سقف لسعر النفط الروسي ستدفع الاقتصاد العالمي إلى متاهة قاتمة واشدد السفير الروسي على أن بلاده ستوقف توريد النفط للدول التي ستقرر تطبيق آلية قصرية لضبط الأسعار بالشكل مصطنع أعلنت بريطانيا أنها ستحذر على السفن والشركات البريطانية نقل النفط الخام الروسي في حال تخطي سعر شرائه السقف الذي حددته مجموعة السابع وأستراليا وأكدت وزارة الخزانة البريطانية أن التشريع الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الخامس من ديسمبر يفرض حظرا على السفن وشركات الخدمات البريطانية التي تسهل النقل البحري للنفط الخام الروسي وللمزيد في سياق التقرير التالي في خطوة من شأنها كبح جماح أسعار الطاقة المرتفعة أعلنت بريطانيا أنها ستحضر على السفن والشركات البريطانية نقل النفط الخام الروسي في حال تخطي سعر شرائه السقف الذي حددته مجموعة السابع وأستراليا القرار البريطاني يأتي بعد حظر الاتحاد الأوروبي التأمين على السفن التي تنقل الخام الروسي واتفاق مجموعة السابع على تحديد سقف لأسعار النفط الروسي بهدف تقليص عائدات روسيا ومواجهة ارتفاع أسعار الطاقة بحسب وزارة الخزانة البريطانية فإن التشريع الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الرابع من ديسمبر المقبل يفرض حظرا على السفن وشركات الخدمات البريطانية التي تسهل النقل البحري للنفط الخام الروسي الحظر سيطبق ما لم يتم شراء النفط بسعر مماثل أو أقل من الحد الأقصى الذي حدده تحالف الحد الأقصى للسعر الذي شكلته دول مجموعة السابع وأستراليا الحكومة البريطانية أوضحت أن الحظر يعنى بشكل خاص بتأمين السفن وهو مجال تحتل فيه بريطانيا مكانة رائدة عالميا تحالف الخناق على ما وصفه بآلة روسيا الحربية بحيث يصعب على موسكو الاستفادة من العملية العسكرية في أوكرانيا حذر رئيس الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات كلاوس مولر من احتمال نفاذ مخزون الغاز بالبلاد مع حلول فصل الشتاء وأوضحها مولر أن مخزون الغاز لأكبر اقتصاد في أوروبا يكفي لتسعة أو لعشرة أسابيع فقط وكانت الوكالة الاتحادية قد نشدت الألمان مرارا إلى تخفيض الاستهلاك بنسبة 20% على الأقل لتجنب أزمة في فصل الشتاء تراجع مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو التابع للأمم المتحدة قليلا في أكتوبر في سابع خفاض شهري على التوالي وبهبوط بلغ 14.9% على أعلى مستوى على الإطلاق الذي سجله في مارس الماضي وقالت الفاو إن مؤشرها الذي يتابع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا في العالم بلغ في المتوسط 135.9 نقطة الشهر الماضي مقابل مستوى معدل إلى 136 نقطة في سبتمبر وما زالت نشطة السلسة مستمرة وتتابعون فيها ردا على تصعيد جارتها الشمالية كوريا الجنوبية تنشر ما يصل إلى 80 طائرة مقاتلة من بينها مقاتلات الشبح أعلنت كوريا الجنوبية نشر ما يصل إلى 80 طائرة مقاتلة من بينها مقاتلات الشبح بعد رصد 180 طائرة حربية كورية شمالية وقالت هيئة أركاني القوات المسلحة الكورية الجنوبية إنها اتخذت إجراءات مضادة بعد رصد حوالي 180 مسارا لطائرات حربية كورية شمالية تحلق على مختلف الأجواء في الأراضي أو الأجزاء الشمالية التوتر في شبه الجزيرة الكورية يصل إلى مرحلة جديدة فعقب رصد كوريا الجنوبية لمائة وثمانين طائرة حربية لنظيرتها الشمالية دفعت سول لاتخاذ إجراءات مضادة بنشر ثمانين مقاتلة من بينها مقاتلات الشبح حدة التوتر بين الجانبين زادت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة في أعقاب إطلاق بيونجينغ للعشرات من التجارب الصاروخية البلسية ردا على المناورات العسكرية بين كوريا الجنوبية والولاية المتحدة الأمريكية وهو ما تعتبره بيونجينغ تهديدا لأمنها كما أطلقت كوريا الشمالية نحو ثمانين قزيفة مدفعية على المنطقة العازلة في بحر اليابان وذكرت سول أن جارتها الشمالية أطلقت أكثر من عشرين صاروخا باتجاه البحر المفتوح منذ يوم الأربعاء الماضي بما في ذلك صاروخ باليستي عابر القارات قادر على حمل رؤوس حربية نووية التوتر تصاعد مؤخرا بين الكوريتين بشكل غير مسبوق لأول مرة منذ خمس سنوات على الأقل وسط تجارب صاروخية متكررة تجريها بيونجينغ ويخشى المراقبون أن تكون تمهيدا لتجربة كبيرة كإجراء تفجير بسلاح نووي أو هجوم صغير على كوريا الجنوبية هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية أوضحت أن الطائرات الحربية الكورية الشمالية حلقت على مختلف الأجواء في أراضي الجزء الشمالي من خط العمل التكتيكي ومياه الشرق والغرب من شبه الجزيرة الكورية مشيرة إلى أنها احتفظت بـ 240 طائر حربية مشاركة في مناورات مشتركة مع القوات الأمريكية بحالة تأهب مع مشاركتها في المناورات المخططة لها ويراقب الجيش الكوري الجنوبي تحركات الجيش الكوري الشمالي وتطورات الموقف بالتنسيق الوسيق مع القوات الأمريكية مع الاحتفاظ بحالة التأهب الصارم استعداداً لاستفزازات كوريا الشمالية الإضافية المحتملة اتفقت كوريا الجنوبية وألمانيا على التعاون الوثيق فيما تصل بتهديدات كوريا الشمالية وأجرى الرئيس الكوري الجنوبي يونسيو كيول محادثات قمة مع نظيره الألماني فرانك فالتوشتاين ماير في سول وخلال مؤتمر صحفي مشترك قليون إنه تم الاتفاق على التعاون الوثيق من أجل تخذي رد فعل موحد للمجتمع الدولي في حال قيام كوريا الشمالية باستفزاز خطير إضافي ومن جنيبه ذكر أشتاين ماير أن كوريا الشمالية أطلقت الصواريخ بصورة غير مسبوقة منذ مطلع هذا العام مما يصاعد التوترات في المنطقة مؤكدا أن هذه التوترات غير مقبولة يعتزم قادة اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية عقد محادثات قمة في منتصف الشهر الجاري استجابة للتوترات المتصاعدة من جانب كوريا الشمالية وأوضحت توكلة أنباء كويودو اليابانية أن القادة للدول الثلاثة سيكتمعون على هامش التجمعات المتعلقة برابطة دول جنوب شرق أسيا المعروفة اختصارا باسم أسيان في كمبوديا أو خلال قمة مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية في إندونيسيا استقبل الرئيس السيني تشي جينبينغ في قصر الشعب ببكين المستشار الألماني أولاف تشولز في أول زيارة لزعيم من الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع للصين منذ بداية تفشي فيروس كورونا وقال الرئيس السيني أن الزيارة تشولز لبكين تعزز التعاون العملي مع ألمانيا ومن جهته أكد المستشار الألماني خلال اللقاء رغبة بلاده في زيادة تطوير التعاون الاقتصادي مع الصين رغم وجهات النظر المختلفة بين البلدين أعلنت وزارة الصحة السريلنكية تسجيل أول إصابة بفيروس جدري القردة في البلاد بعدما أجرت الجهات المعنية كفة الفحوصات اللازمة للتأكد وكانت لجنة الطوارئ التابعة للمنظمة أو للمنظمة قد أعلنت الثلاثاء الماضي أن تفشي مرض جرد القردة يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا ويشكل خطرا أعلى المستوى الدولي ويتطلب إجراءات منسقة من البلدان للحد من تأثيره وذلك وفقا لأحدث البيانات لمنظمة الصحة العالمية فقد تم تسجيل 77.2 ألف إصابة بجدري القردة منذ بداية عام 2022 في 109 دول وتوفي 36 شخصا متأثرين بأصابتهم أطلقت المفاوضية الأوروبية دعوة جديدة لتشين مشاريع واسعة النطاق في مجال التكنولوجيا النظيفة في إطار صندوق الابتكار التابع للاتحاد الأوروبي بميزانية جديدة بقيمة 3 مليارات يورو من أجل إنهاء اعتماد أوروبا على الوقود الأحفوري الروسي وفي بين الله ذكرت المفاوضية أن الدعوة الجديدة ستمول مشاريع تغطي موضوعات إزالة الكربون بشكل عام بميزانية قيمة 1 مليار يورو بحثا عن مشاريع مبتكرة في الطاقة المتجددة والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وتخزين الطاقة أو التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه بالإضافة إلى المنتجات التي تحل محل الأنواع كثيفة الكربون أجلت السلطات في أستراليا الألاف من السكان من عدة بلدات داخلية في ولاية نيو ساوس ويلز مع إصدار أكثر من مئة تحذير من الفيضانات بعد أن فاضت الأنهار على ضفافها واقتربت من مستويات فيضان قياسي وقال مكتب الأرصاد الجوية في أستراليا إن هناك فيضانات كبيرة ومن المتوقع أن يصل نهر لاكلان إلى أعلى مستوى له منذ سبعين عاما وأضف المكتب أن الفيضانات على طول نهر في واجا واجا والتي يقتنع حوالي سبعون ألف شخص قد تبلغ ضروتها قريبا ومن المتوقع أن تكون المستويات أعلى من فيضانات شهدتها المنطقة في عام 2010 قررت السلطات في العاصمة الهندية نيو ديلهي إغلاق المدارس لابتدائي اعتبارا من غد بسبب ارتفاع نسب تلوث الهواء إلى معدلات خطيرة وطلبت السلطات المدارس الأخرى بوقف الأنشطة الخارجية إذ أصبح الهواء في العاصمة الأكثر تلوثا في العالم يشكل خطرا جسيما على الصحة ويتشكل في نيو ديلهي دباب دخاني محمل بالغبار كل شتاء إذ يحتجز الهواء البارد الثقيل الغبار الناجم عن الأنشطة الملوثة للبيئة وإلى ملف حياة كريمة حيث انطلقت اليوم أعمال القافلة الطبية بمدينة القصير ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقال الدكتور أحمد الصوي مسؤول الامداد الطبيب بالبحر الأحمر إن قافلة قامت بتوقيع الكشف وصرف العلاق بالمجان لعدد 180 حالة بمختلف التخصصات الطبية وتضم قافلة عيادات البطنة والأسنان والأطفال والجراحة والمسالك والصيدرية وعيادة تنظيم الأسرى نحن معكم النهاردة في مبادرة تبع وزارة الصحة طوحية كريمة في العيدات الأسنان بنقدم فيها الخدمات تبع طب الأسنان بنشتغل كشف ونقدم علاج بالمجان وبعض الحالات الحاشو وتنظيف الأسنان نحن معكم النهاردة في مبادرة تبع وزارة الصحة طوحية كريمة في العيدات الأسنان بنقدم فيها الخدمات تبع طب الأسنان بنشتغل كشف ونقدم علاج بالمجان وبعض الحالات الحاشو وتنظيف الأسنان نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الدولة خاص خاصة منظومة التعليم العالي تزامنا مع التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لخاص خاصة منظومة التعليم العالي تزامنا مع التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن وشدد على استمرار ملكية الدولة لقطاع التعليم دون أي نية لخاص خاصته حيث تلتزم الدولة بتطوير ملف التعليم بمختلف مراحله مع تقديم خدمات تعليمية متطورة قائمة على ضمان الجودة وبالمجان لكافة المواطنين على حد سواء دون أي تفرقة باعتبار التعليم حق أصيل من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون أكد وزير التنمية المحلية هشام أمنى أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك سهم منذ انطلاقه وحتى الآن في تنفيذ أكثر من 198.8 ألف مشروع بقروض وصلت إلى 25.2 مليار جنيه ووفرت هذه المشروعات حوالي 1.9 مليون فرصة عمل وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن مشروعك يدعم التنمية الشاملة في جميع المحافظات بدءا من القرى والنجوع وحتى المراكز والمدن والأحياء من خلال تنفيذ مشروعات متوسطة وصغيرة تعمل على تحويل القرية المصرية من قرية مستهلكة إلى منتجة والارتقاء بجودة الحياة للقاتلين بها ووضع الشباب على الطريق الصحيح لتكوين جيل جديد من المستثمرين والشباب والآن إلى جولة اقتصادية من نشرة السادسة ومستفى ميزة شكراً صحر وشكراً أميرة أهلاً بكم مشاهدين الكرام في جولة جديدة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة شارك وزير البترول والثروة المعدنية طريق الملة في التوقيع لإعلاني النواية المشتركين بين مصر وألمانيا للتعاون في مجالات الغاز الطبيعي المسال والهايدروجين الأخضر وذلك بهدف المساهمة في تأمين إمدادات الطاقة النظيفة وتحقيق التنمية المستدهمة ومواجهة التغير المناخي أكد الوزير طارق الملة على أن هذا التوقيع يأتي قبل ساعات قليلة من افتتاح كوب 27 في شرم الشيخ والتي تشهد لأول مرة إدراج يوم لخفض الكربون كجزء من الموضوعات الأساسية للمؤتمر لإلقاء الضوء على الجهود وقصص النجاح المحلية والإقليمية والعالمية في خفض الكربون في قطاع البترول والغاز أصدرت وزارة التخطيط تقريرا حول مستهدفات واستثمارات قطاع الصناعة التحولية بخطة العام المالي الحالي 2022-2023 أشرت الوزارة إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الصناعة التحولية ويذكر أن هذا القطاع يحتل المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة لا تقل عن 16% علاوة على توظيفه لنسبة من القوى العاملة تزيد على 15% من الإجمال وكذلك تتعظم مساهمة القطاع في النشاط التصديري بنسبة تصل إلى 85% من إجمال صادرات السلعية غير البترولية مما يوهله لتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين العاملين في الخارج في قائمة المصادر الرئيسية والمولدة للنقد الأجنبي أكد جهازه حماية المستهلك أنه يعمل على حماية حقوق المواطنين خلال فعاليات لعروض الجمعة البيضاء مشيرا إلى أنه يجب على المستهلكين التأكد من جدية العروض والتخفيضات والتأني أثناء عملية الشراء كما شدد الجهاز على ضرورة الحصول على فطورة لضمان حقوقهم في حالة وجود أي عيب بالمنتج مناشدا المواطنين بالتوجه إلى المتاجر والمنصات الإلكترونية الموثوقة وعدم الانخدع بالإعلانات المضللة والانسياق وراء العروض الوهمية التي توحي بوجود تخفيضات غير حقيقية في أسواق المعد نفيس ارتفعت أسعار الذهب العالمية لتصل إلى 1670 دولارا و18 سنة للأقية أما محليا فسجل الذهب عيار 18 ما قيمته 1037 جنيه عيار 21 وصل قيمته إلى 1210 جنيهات وبالنسبة لعيار 24 فقد وصلت قيمته إلى 1383 جنيه وأخيرا الجنيه الذهب الذي وصلت قيمته إلى 9680 جنيه في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% مع هبوط الدولار وقرب سريان حظر من الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي بينما ينتظر المستثمرون احتمالات لتخفيف الصين لقيود مكافحة كورونا هذا وقد صعدت العقود الأجلة لخام برينتي بنسبة 4.2% لتصل إلى 98 دولار و48 سنة للبرميل كما زادت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما نسبته 4.7% إلى 92.31% للبرميل هذا وقد رجعت أسعار المزودة عالميا هي الأخرى بنسبة 2.100% لتصل إلى 3.72 دولار للتر في المقابل ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.100% لتسجل 6.12 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية اختتمت مؤشرة الأسهم في برصتي الأمراض التدولات على ارتفاع مقتفية أثر أسعار النفط والتي تسجل صعودا في ظل مخاوف الإمدادات التي يفاقمها الحظر الأوروبي المرتقب على النفط الروسي إلى جانب تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأمريكية أما في أبوظبي فقد ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.1% مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق عند 10.455 نقطة في دبي صعد المؤشر الرئيسي بنسبة 6.10% بدعم من مكاسب قطاعي البنوك والعقارب وصلنا معكم مشاهدين الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة نعود لاستكمال ما تبقى فيها مع صحر وأميرة شكرا لك مصطفى ميزار نظمت وزارة السياحة والأثار زيارة لمقبرة الملك توت عن خأمون بوادي الملوك بالبر الغربي في الأقصر وذلك في إطار فعالية الاحتفال بمناسبة مرير مئة عام على اكتشاف المقبرة جذير بالذكر أنه تم اكتشاف مقبرة الملك توت عن خأمون كاملة في الرابع من نوفمبر 1922 على يد عالم الأثار البريطاني هوارد كارتر وكان الملك توت عن خأمون أحد أبرز ملوك مصر القديمة على مر العصور ولا تزال كنوده الأثارية تجذب أنظر العالم ومن المقرر أن يتم عرضها كاملة بالمتحف المصري الكبير بعد افتتاحه النهاردة بنحتفل بمرور مئة عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عن خأمون احتفالية ضخمة بدأت منذ الصباح بحضور عدد من سفراء الدول الأجنبية في محافظة الأقصر وأيضا وزراء الأثار السابقين ودكتور مصطفى وزيري والمحافظ وعدد كبير من المسؤولين الاحتفال بهذه المناسبة الضخمة والاكتشاف الأكبر في تاريخ مصر في القرن 21 النهاردة بنتكلم على الرابع من نوفمبر عام 1922 تم اكتشاف مقبرة الملك توت عن خأمون هذا الملك الذي كان له دوين كبير في التاريخ الفرعوني وذلك لأسباب عدة منها يعني أنه كان الملك الأصغر الذي تولى في عمر التاسعة حكم مصر أيضا وفاته في عمر 19 في عام يعني صغير مما صار العديد من التساؤلات حول وفاته وأيضا الأهم في ذلك كله اكتشاف المقبرة بكامل محتوياتها دون تلف واحتوائها على أكثر من خمس ألف قطعة أثرية ستعرض في المتحف المصري الكبير عند افتتاحه في القاهرة بنتكلم عن حدث تاريخي يضيف الكثير إلى محفظة الأقصر كان هناك حجد كبير من السائحين أمام مقبرة الملك توت عن خأمون التقطوا الصور التسكرية هناك كانوا سعداء بالفعل زحام شديد يدل على اهتمام السائحين أن يكونوا موجودين في هذا الحدث التاريخي عقب ذلك توجهنا إلى بيت كارتر وهذا هو البيت الذي أتحدث منه الآن هذا المنزل المكتشف لهذه المقبرة هوارد كارتر عاش هنا منذ عام 1910 أي قبل اكتشاف المقبرة بعدة أعوام ثم قبل مغادرته هذا المكان أو الأقصر تحديدا تم اكتشاف المقبرة هذا المنزل بني بطريقة معمارية فريدة يحوي على قباب في وسط المنزل للتهوية من حرارة الصيف التي تكون دائما في جنوب مصر مقتنيات عدة تدل على كيف كان العصر في ذلك الوقت الأواني في المطبخ الأدوات التي كانت تستعمل في هذه الحقبة الزمنية مساء اليوم في احتفالية ضخمة في معبد الأقصر هذا المعبد هو الأكثر جمالا في يعني الأصار وفي محافظة الأقصر وسيحضره أكثر من 500 مدعو من السياح والأجانب والمسؤولين والمهتمين بعلم المصريات والأصار الأقصر الحمد لله في هذه الأوانة تحظى بإقبال من السائحين وخاصة في المناسبات التاريخية الهامة والتي نحضر مثلها اليوم وبهذا التقرير نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة السادسة وتبقى التذكير بالعلم رئيس الوزراء يرد على أسئلة الحوار الوطني بالمؤتمر الاقتصادي ويؤكد حرص الدولة على تعزيز قنوات التفاعل والحوار الرئيس الروسي يوصل إجراءة التعبئة على الجبهة الأوكرانية والغرب يراها استنزافا لموارد موسكو في سابع خفاض شهري على التوالي مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الفاو يتراجع في أكتوبر انتهت نشرة السادسة من التلفزيون المصري شكرا لكم وإلى اللقاء